سوء سودة تانية وشديدة الغرابة متعلقة بالعمرة حضراتكم عارفين انه اصبح فيه جروبات على الواتساب وعلى صفحات وعلى مش عارف يقولك ايه بقى يحاول انه يشد المواطن علشان يعمل العمرة عن طريق المكتب المش عارف ايه الشركة المش عارف ايه واسعار تخض تيجي تكلمهم في التليفون تقوله ايه بقى اي حد معا ريال انا شاريب عشرين والله ليس كنت اقوله شاريب عشرين جنيه مبالغ اعلى من الف يعني ما تجيش تقولي معايا خمسمية وايه وتصدعنا هقولك الالله لالله لالله هقولك البسها يلا توكلنا معايا خمس تلاف ريال في المنصورة بسبعتاشر نهائية يا حلولي يا حلولي يا حلولي ايه كمان عندنا من دقيقين تلاتين الف ريال للبيع لأعلى سعر تواصل على الخاص يا بتاع الخاص انت يا سري يا ودي اه غامض متاح ريال سعودي بالسويس للبيع الاعلى انا رح اشتري جرار متاح ريال سعودي في السويس معايا 17 الف ريال في المينيا لأعلى سعر لأعلى سعر عابي زايد على العربية بقى لأعلى سعر يلا بقى ما احنا جايين نهجس جايين نهجس فعلا مش هزار طب دول يتسابوا ازاي دول بالمناسبة ده صفحات على فيسبوك يعني اللي لازم يتعمل لهم تحق يتعمل لهم الخية المزبوطة الفخ الحلو واطلع له السويس واطلع له المينيا اطلع له اي حتة طيب اتنين الصنف ده شوية عالدة الصابق وحرمية وممكن يسبتك في الفلوس اللي انت رايح بيها ماشا قابلك فمش عارف فين كده على اول الطريق هتتسبت وهتتاخد فلوسك وهتغني ظلمون ده وش طيب ولوسيادتك روح تشتريت منه ريال ده وطلع مضروب هتعمل ايه بلاش اصلي والسعر نزل شربتها يا حلو بعض الناس بقى اللي هو ايه هو انا فقا ده بقولك هو لا شركة ولا مكتب ولا بتاعة يجي لك بصة باشا العمرة كذا 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 وسعرها كذا ده غالية جدا يقولك باشا بص اصلاها احنا بندفع بريال هتقوله ايه طب والعمل هاتلي يا ريال طب انا معايش اجيبلك الله الله